طيب بعض الأخبار ودائما بنحاول برضو نتأكد من معلومات كتير وبالمناسبة صحيح الشيء بالشيء يسكر يعني كنا اتكلمنا مع حضراتكم وقلنا أن الأهلي لن يتعاقد مع أي صفقة جديدة بعد صفقة عمر الساعي بنسبة 98% وال2% دول كانوا عشان إيه؟ عشان لو الأهلي لأن ده كان فعلا بيحصل لو الأهلي وجد ضلته في لاعب في الخطوط الأمامية قوي جدا جدا حاجة جمدة قوي ما ينفعش أن أنت ما تحاولش تجيبه هي دي كانت نسبة 2% لكن أكدنا على حضراتكم في أكتر من المناسبة أن الأهلي لن يضيف أي صفقة جديدة قبل يوم 12 طيب ما دي مرحلة وخلصت الحمد لله تلع كلامنا صاحب توفيق المولى عز وجل وبيبقى دايما أهم شيء عندنا المصدقية مع حضراتكم والدقة في المعلومات نبقى موفقين بنسبة كبيرة الحمد لله وممكن في بعض الأمور نبقى مش موفقين وده وارد جدا في الشغلانة دي أو في أي شغلانة دي دي مرحلة وخلصت قبل يوم 12 ما بعد يوم 12 هي مرحلة أخرى في إطار استراتيجية النادي الأهلي في تدعيم صفوفه بمعنى إيه؟ بمعنى أن الأهلي حيفضل لحد يوم 25 أكتوبر عشان كده لو نهاية فترة القد المحلي عشان كده أنا الأسبوع اللي فات قلت حالتك إيه؟ الأهلي خلاص مش هيقيد عليه معلول كان فيه تفكير أن يتم القد عليه معلول طبعا في مكان أجنبي وأنت ما جبتش فنقص من مقعد أجنبي خامس فاضي فقلت لك لا خلاص الأهلي استقرر أنه مش هيقيد عليه معلول ليه؟ لأنه حيفضل يدور على لاعب سواء جناح أو مهاجم يضمه يمكن يلاقي لحد يوم 25 لأه حيدمه يتعقد معه ويضيفه شارك معه محليا لحد ما يقيده في يناير في أفريقيا لا الأهلي لسه نقصه سبع أماكن يقدر يدفهم في القائمة الإفريقية ملقاش يفكر بقى أنه دي الأهلي يوم 25 أكتوبر يقيد عليه معلول أو يستنى اليناير أنا بقولك بقولك الأقرب أن الأهلي حيستنى اليناير عشان يجيب الصفقة المنتظرة ممكن تكون هي محمد علي بن رمضان برضو تمام؟ فخلينا ننتظره ونشوفه طيب بالمناسبة حفل درع الدوري لسه متحددش معاده اللي قطع على الموسم الماضي وممكن الدوري الجديد يبتدي ويخلص والأهلي ما يحتفلش بالدوري الموسم الماضي عادي عندنا هنا في الكرة المصرية ممكن تشوف أي حاجة عادي جدا يعني في بعض الأخبار يعني انتشرت بخصوص تجديد وتعديل عقود بعض اللاعبين وخلينا نبتدي بالتحديد بمروان عطية لأن الناس كتير بتتكلم على أن الأهلي عدل عدل عقد مروان عطية وأن خلاص تم طردية اللاعب وأن عقده القديم كان مش عايف رقم كام فزودوه قد كده وكلام من ده حياتة الأمر ده جماعة مؤكد مؤكد لم يحدث لم يحدث أن الأهلي عدل عقد مروان عطية حتى هذه اللحظة ما فيش أي كلام حصل في القصة دي خالص الأهلي أصلا ما أجل هو الأهلي ينتوي أن هو عقد العقد شناوي وقلنا القصة دي من شهر ونص أو يمكن أكتر نفس الكلام فيه اهتمام بتعديل عقد مروان لأنه ما شاء الله المردود اللي بيقدمه من نادي الأهلي على مدار سنة ونص تقريبا أكثر من رائع من ساعة ما جي من الاتحاد السكندري طب إمتى ممكن يتم فتح الملف ده بالنسبة للمروان عطية مع النادي الأهلي حيكون بعد مباراة السوبر قبل السوبر يا جماعة ما فيش حاجة تحصل يعني قبل مباراة السوبر ما فيش حاجة تحصل السوبر الأفريقي طبعا قدامنا دي الزمالك طيب ده بخصوص مروان بخصوص أكرم توفيق يعني نخلي بالك أكرم عقده يخلص نهاية الموسم ده الموسم اللي هو بتادي ده خلاص اللي بيبتدي ده المفروض يعني زينا زي بره احنا بره الناس بتادي احنا ببتدي بدورة الطارق الأفريقي الموسم الجديد يعني اللعب كدي فعقد مع أكرم يخلص هو من أحد اللعبين الأساسيين جدا في صفوف الفريق هذا الموسم وأكيد الموسم الماضي كان مؤثر جدا مع نادي الأهل هل الأهل تكلم مع أكرم في تجديد أو تعديل عقد لا ما تكلمش خالص وما حصلش أي جديد ممكن يحصل إمتى برضو مع نهاية مباراة السوبر أو بعد نهاية مباراة السوبر الأفريقية مع نادي الأهل برضو بأكد على المعلومة دي لأن في ناس برضو اتكلمت في حتة إن الأهل تجدد لأكرم خلصه القصة نيد الكلام ده ما حصلش بالمرة يعني إطلاقا طيب هدخل معك في بعض الملفات الأخرى طيب هل كولر عقده اتعدل أو كيمة عقده زادت مع النادي الأهلي لأن الكلام برضو اللي تقال أو اللي تردد إن كولر بدل ما كان بياخد 220 ألف يورو أصبح عقده 250 ألف يورو الكلام ده جماعة غير حقيقي بالمرة غير حقيقي بالمرة بأكد على حرارتك معلومة لأن كولر أصلا كان مجدد عقده مع النادي الأهلي من أكتر من سنة تمام ولم يحدث على الإطلاق إن الأهلي تواصل مع كولر وقعد معاه واتفقوا على تعديل العقد وأنه بدلا يبقى 220 يبقى 250 ده كلام مش حقيقي طيب عقد كولر وجهزه المعاون الأجنبي بعيدا عن ميشيل يانوكن هو في حتة المتين ألف يورو في الشهر المتين ألف يورو ده عقد كولر مع النادي الأهلي في الرينج ده لأ حتة إنه وصل 250 ألف يورو ده مش حقيقي خالص ميشيل يانوكن ده اللي لو هندر بحرارة المرمى ده لي عقد الواحد وكانت نسامي أمسان أو أي عضو في الجهاز الفني مصري ده عقد آخر لكن أنا بتكلم على كل المساعدي الأجنب بعيدا مع ميشيل يانوكن 200 ألف يورو أنت زيد حاجة بسيطة تقلح حاجة بسيطة لكن حتى مش 220 ولا زاد 250 فده برضو أو دي معلومة مؤكدة بنأكدها على حضراتكم